سلام عليكم وإزايكم وأخباركم إيه يا ربكم بألف خير النهاردة احنا فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة منظمات وأدوات منزلية وأفكار وحال هتعيبكو جدا بإذن الله بس طبعا قبل ما نكمل فيديو النهاردة ونشوف كل الاختراعات الحلوة دي مع بعض ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد من الفيديوات اللي بنزلها ويلا بينا نكمل فيديو النهاردة ونشوف فيديو النهاردة بيتكلم عن إيه طبعا شوفنا المنظم بتاعي المخسلة دا اللي بيلف بقى البطاطين والحافة والحاجات دي شايفين طبعا بعملها بطريقة حلوة جدا وطبعا الحاجات دي موجودة وبنشوفها كتير جدا طبعا موجودة بقى في الجم والصلاة الرياضية وكده ده كمان تقدر تجيبها عندك في البيت وتعمل منها زي سجدة كده فكرتها حلوة وسريعة وعملية هنا كمان طبعا بقى المنظم اللي هو عامل زي التربو ده خاصة طبعا بالخضار والبطاطس والبصل عارفين بقى الخزين بتاع البيت عامل فكرته حلوة جدا هنا بقى عجبني الانظر دفع بيت اجيبولكم النهاردة بالفيديو بتاعي النهاردة شايفين طبعا الفكرة بتاعته حلوة جدا شكله كده مختلف وشكل الحيوانات فيه آآ يعني سبحان الله شكلها حلوة قوي فيه كده ويا بتجري علموز يعني وشايفين بقى غرس الامة كلهم كده حتى الورود الصغيرة بتجري علموز المهم بقى ندخل بعد كده بقى على الفيديو بتاعي النهاردة ونشوف كمان المنظمات شايفين بقى الكنبة دي عبارة عن ايه الكنبة دي كده بتلف بكزا طريقة وبتعمل كزا شكل لفكرتها حلوة جدا خصوصا طبعا بقى للناس الكبيرة اللي ده هراب يوجعها وعندها مشاكل صحية وكده فكرتها حلوة جدا تقدر تقعودي وتفريد رجلك وكده كمان ده طب ازي ده بالفيس كده لو شكل الدبتوب ده بتقدر تعلاقيها مسلا في الحيطة في السرير اه تعلاقيها عندك في المنبغ تحط فيها المعجوم بتاع الاسنان فكرتها حلوة جدا وسريعة وعملية هنا كمان برضو اللي هو البيت بتاع الاطفال ده اللي هو عامل زي صالة كبيرة كده البيت بتاع الاطفال وفي وفي مجموعة العاب حلوة جدا كده بالنسبة للاطفال والمرجيحة وكزا فكرة كده حلوة جدا تقدر تشغل بقى الاطفال وكده هنا بقى تعمل ندخل بقى الافكار الحلوة الخاصة بالمطابخ بقى دي فكرة حلوة جدا شايفين بقى الضرفة اللي هي عاملة زي الباب عاملتا بتاعت المطبخ عاملة ازاي فكرتها حلوة جدا وفيها كمية ضرف كتير جدا يعني الباب بتاع المطبخ غير طبعا الاستاند بتاع المطبخ من جوة هنا كمان بقى اللي هي الاكياس الحرارية او الاكياس عاملتا اللي بتلف معاك في الاكل وكده فكرتها كمان حلوة جدا هنا بتاعت الصابون هنشوف كمان دلوقتي كده شكل الحافظة بتاعت الصابون دي ودي كمان المراية الوراقية بتقدر تلزقيها عندك مسلا وراء بقى بالشقة في الدولاب فكرتها حلوة جدا شايفين بقى بتشيل الكفر اللي عليها وبتقدر تلبسيو مراية مراية يعني بس طبعا دي ضد الكسر وكده دي بقى فكرة بتقولك بقى لتوفير الفلوس ولو انت عايز تخب فلوس من حد شايفين بقى بيخبوا الفلوس فين خليكوا دايما عارفين السر ده خبيتها كده هنا بقى في الليستاند بتاع الدولاب يعني الايه كده محدش هيشوفها يعني فكرة طبعا غريبة شوي المهم هندخل بعد كده هنا برضو دي كده زي لماما صغيرة او يعني اللي هي مكنسة صغيرة وفيها كمان قوة الشفط دي بتشفط معاك بقى الاتربة والحاجات النعمة جدا هنا برضو هنشوف بقى الاختراع ده عبارة عن ايه مع بعض ده كده برضو منظم آآ اللي واليستاند برضو اللي بتحطى عندك على الحوت زي رشاة اللي واعين بالزبط بس عشان لو انت مفيش عندك مساحة او مسافة لرشاة الموعين وكده تقدر تستخدم المنظم ده وفكرته حلوة جدا وعملية هنا طبعا دي بقى الغلاية بتاعت الاكل اللي بتقلي بقى البطاطس والخضار وكل حاجة وليها طبعا طايمر معين وفيها زي جرس انذار بيرن معاك حسب وقت الاكل بيخلص وكده وكمان هنا اللي فوق دي زي مصفة تقدر تصف عليها كل الاكل معاك وبعد يجب تقدر تصف الزيت تحب تستخدميه تاني ففكرتها حلوة جدا فطبعا جميلة قوي وكمان سهلة في الاستخدام وتستغسل معاك بسهولة وكده طبعا تقدر تصف فيها كزا نوع من الخضار مش على قد يعني الكلام ده كله وكمان فيها جزء زي قطع هنا دخلنا بقى على الحفظات بتاعة الطعام اللي خاصة بقى بالفواكه والخضار وكمان منها مصفة كده بتخسلي فيها الحاجة الاول قبل وتبدأ ان انت تخزنيها وتعنيها عندك في التلاجة فطبعا فكرتها حلوة جدا وموجود طبعا منها كزا حجم زي ما احنا شايفين دي كمان بقى زي حاجات زي فواطة كده تقدر تعنيها معاك في الدولاب تحطيها معاك كمان تنشر عليها الحاجة في البلكونة ففكرتها كمان حلوة جدا دخلنا بعد كده بقى على الجهاز ده اللي هو منه زي دفاية كده للرجلين شايفين بقى الدفاية الكهربائية دي وكمان في المراية وكمان ده جزء خاص بالمصافي والباقي البلاستيك وكده طبعا في ناس كتير بتقعد تكتب لتحت في الكومنتات الحاجات دي مش موجودة والحاجات دي نلاقيها فين انت بيجيب حاجات غريبة شوية الحاجات دي ما بلاقيهاش موجودة بالعكس الحاجات دي موجودة في المحلات الكبيرة محلات جهاز العرايس محلات البلاستيكات المولات الكبيرة الكلام ده كله موجود فيه الحاجات دي انت لو عايز حاجة معينة ومش لقيها تقدر تاخديها سكرين شوت وتقدر تفرجيها لأي حد انت عايزة مثلا الطلب ده وهتلاقي الحاجات دي كلها كمان موجودة احنا عندنا هنا في مصر معظم الكلام ده كله موجود طبعا دي قطعة بتاعة التوم كده فكرتها حلوة جدا دخلنا بعد كده هنا على ورق بتاع الحائط طبعا الورق ده فيه منه اشكال والوان كتير جدا باشكال مختلفة ومساحات كتير يعني حسب ما انت عايزة تقدر طبعا تجيبي وتلزقي الحيطة حسب المسافة اللي عندك هنا كمان بقى الستاند بتاع الغسلات في الاوتوماتيك طبعا فيه ناس كتير بتشتكن الغسلات بتاعتها بتتحرك وكده فالستاند ده حلوة جدا بيثبت معاك الحاجة في الارض متخلاش تتحرك ده بقى الغطل خاص بالازات الزيت الكبيرة اه شايفين بقى الفكرة دي قدرت بقى انها تستغل الفكرة دي وتعلق بها غطيان الحيلل وكده وهنا كمان برضو اللسبونشة دي طبعا تصريحات شعر كده مختلفة انا بحب كل فيديو ادخلكوا فيها فكرة او اتنين من تصريحات الشعر دي الحاجات دي بتبقى طبعا حلوة جدا بالنسبة بقى للشعر التقيل وكده دي كمان الخاصة بالكريب بتاع العيش شايفين بقى الكريب ممكن تعملي بيها الفطاير الصغيرة الكريب البانكيك الحاجات دي ففكرتها طبعا حلوة جدا ده هنا بقى كده زي مكنة خياطة معانا بتبدأ انها تعمل هنا التفصيلة حسب الرسمة اللي انتي عايزاها شايفين بقى فكرتها حلوة ازاي دي بتعمل بقى خاصة في الحاجات اللي هي عارفين بقى للحفة الفايفر الكوفرتات اللي بقى فيها قطن من جوة تقيلة شوية فكرتها حلوة جدا طبعا كل دي برضو ادوات مطبخية ومنزلية بتبقى موجودة طبعا في المحلات بتاعة الجهاز العرائز زي ما قلتلكم كده دي حاجات خاصة بالصابون فكرتها بسيطة جدا وحلوة جدا هنا دخلنا بقى على فكرة تانية خاصة بقى بالاكراب بتاعة الاطفال ان انت تقدر بقى تغري اطفالك وكده ان هم هيكلوا الحاجات دي ده طبعا الصفار بتاع البيض حطوا معايا خلة الاسنان وهيبدأوا كمان دلوقتي يشقلبوا البيض عالجنب التاني عشان يستوى معاكي وتقدر طبعا بقى تحكي على الاولادك وكده يعني وتدها لهم يكلوها عشان طبعا في اطفال كتير ما بتحبش تاكل الصفار بتاع البيض فدي طبعا فكرة حلوة جدا وعلى الصراحة عجبتني يعني فكرتها حلوة هندخل بعد كده هنا بقى على الحاجات الخاصة بالمراتب الفايبر طبعا نايس كتير جدا بتشتكني الحاجات بتزحلق من عليها وكده فدي حلوة جدا خاصة بالمرتب الفايبر زي ما احنا شايفين بتبدأ كده تفريشي عليها المفرش القطيفة عشان طبعا فشتها وكده ففكرتها حلوة جدا وعملية طبعا كل المنظمات دي حسب مساحة المنبخ عندك وحسب كمان الافكار اللي انت حابة تعمليها وكده موجود طبعا افكار كتير جدا في المجال ده انا كمان في اخر الفيديو جايبا لكم مجموعة حلوة جدا من المطابق هتعجبكم جدا باذن الله وفيها افكار حلوة جدا هنا كمان برضو الحاجات اللي هي الخاصة بالعصيان بتاعت الايس كريم هنشوف طبعا هيعمل بيها فكرة حلوة جدا زي اللي هو الستاند اللي ممكن تعليقية عندك في الحيطة وكده هيعمل منه كزا شكله باحجام مختلفة فدي فكرة حلوة جدا بعد ما خلصها كده هيبدأ نوع هينا يا الشاب اللي زي ما احنا شايفين فطبعا فكرتها حلوة وسريعة فكرتها حلوة جدا طبعا لسه هنكمل دلوقتي الفيديو مع بعض ونشوف كمان مجموعة من الافكار اللي هتعجبكم جدا باذن الله شايفين زي هنا بالدابل فيز كده زي ما احنا شايفين فطبعا فكرتها حلوة وعملية وحابة بدأ يحط فيها هنا بقى المنظمات الصغيرة الزينة يعني كده طبعا دي منها كفية ومنها كمان اللي هي الرقبة وكمان الكمامة زي ما احنا شايفين كده هنا دي خلاجات خاصة بالرسم شايفين بقى الابداع في الرسم عامل ازاي اتمنى طبعا فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان نسألكو كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها اشوفكم ان شاء الله خير في الفيديوهات الجاية ومع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة